لجارة الجمهورية الصفحة الثالثة وبينما نكون بنكلم عن الاقتصاد خمسين مليار جنيه ستمرات الكهرباء في سيناء توطين خمس ملايين نسمة استصلاح ربعمية فدان أرض الفيروس بمحور الخط العربي للربط مع أوروبا والخليج كتير استنينا التنمية في سيناء وبدأت البوادر ونتمنى أن يكون الموضوع أكبر من كده يعني ربعمية فدان طبعا رخم قليل وإن كان يعني كبداية مهمة استثمارات كهرباء توطين خمس ملايين نسمة خلينا نبتدي باقتراح بس الأول وأتمنى أن الرئيس والحكومة يدرسوا أنه تتحول اسم محافظة جنوب سيناء إلى محافظة شرم الشيخ ليه بقى؟ لأنه هذا الكلام في قمة العبقرية لكن حادثا إرهابيا واحدا في أي منطقة في شبه جزيرة سيناء يلبس سيناء كلها في الحياة لما أنا غير الاسم أولا ده حيديني برند عالمي الاسم موجود عالميا أشهر حتى يعني اسم شرم الشيخ دايما مرتبط بفكرة السلام سيناء دايما مرتبطة في ذاكرة المصريين بنصر أكتوبر لكنها مرتبطة أيضا بأحداث الإرهاب الكثيرة اللي شافتها وغازم بقى فيه تقسيم لشبه الجزيرة الكلام ده كان في الحقيقة قديم إن إحنا نعمل وإن كمان إن إحنا نحاولهم بدلا ما هم محافظة تاني مواطن واحد يا ستصلحة الفكرة هنا أنه أنت لديك في هذا المكان مقاومات كبيرة جدا لم تنجح في كسر الإرهاب إلا بالتنمية وإنت في هذا الإطار سيناء فيها يعني خلينا أقول خيرات كثيرة جدا لو بنتكلم على مستوى الصيد لو بنتكلم على مستوى الرمال اللي ممكن يتصنع منها الزجاج لو بنتكلم على مستوى صناعة الأسمنت لو بنتكلم حتى على فكرة الخدمات البحرية ويمكن في الحقيقة أنا جمعني لقاء مؤخرا بمحافظ جنوب سيناء اللي خلد فودة وأنا في تقدير إنه هو واحد من المحافظين القلاء الذين يملكون رؤية استراتيجية للمستقبل وكانت كلام على خطة استراتيجية للافتسمار في هذه المحافظة كان منها إنه أنت ما عندكش مينة يخوت في هذه المحافظة وده مهم جدا لأن دي من أنواع السياحة لأن إحنا لما شفنا القصة بتاعة الطائرة الروسية روسيا خلاص شالت إيدها إحنا بنقول روسيا حبيبتنا روسيا حبيبتنا طب شالت إيدها وقعت شرط إيطاليا وقعت شرط إنت لما تيجي تشغل على اليخوت ده وده فكر محترم جدا هيبقى عندك صناعة أخرى أو يبقى صناعة أخرى في السياحة هتدخلك داخل عالي جدا لأنه وطالبنا قبل كده برضو غير سيناء طالبنا مثلا على قناة سويس مدخل بورسعيد يكون فيه ميناء يخوت لأنه بيساعد على وصول يعني التسهيل للدخول هنا هو ده جميل بس لازم تعمل تكامل أداء لوجيستي يخدم السائح بتعليختي ده سائح مرفع كمان فكرة أن أنت تستثمر في المدينة نفسها يعني ده موجود في الحقيقة وأنت لما تقول أن أنت هتعمل استثمارات كهرباء لأنك تعد هذه المنطقة لتكون معبرك في التصدير ويمكن الدكتور هاني النقراشي لما قاعد مع الرئيس سيسي فيه وقت الحملة الانتخابية كان ده محور القصة أنه مصر تتحول إلى مصدرة للكهرباء من الطاقة الشمسية اللي هو مش من الفجل الأساس اللي أنت بتشتغل عليه وسبقك في ده المغرب العربي أنت عندك الشبكة الموحدة للربط موجودة عندك دلوقتي تستطيع أن تصدر إلى الخليج وتستطيع أن تصدر إلى أوروبا وعندك القصة سهلة جدا بس هي محتاجة شوية فكر وشوية جرأة في التنفيذ وإدارة استراتيجية إدارة استراتيجية أنت لما بتبتدي بده هناك إدارة استراتيجية بس تكمل بقى على دهب هذا والرقم فعلاً 400 ألف فدان نروح لجريدة المصر اليوم الصفحة الخلسة 170 بحاراً مصرياً يبدأون التدريب على مسترل حاملة المروحيات جمال عبد الناصر تبحر لمدة أسبوع وتصل مصر مطلع يونيو يعني خلينا أقول بس أنه أنت تغير ميزان القوى العسكرية قليلاً في المنطقة أنت كان عندك تفوق من العدو الإسرائيلي بشكل كبير جداً وفارق جداً عنك طوال الفترات الماضية صحيح كنت بتحدث قواتك المسلحة إنما ما كانش التحديث على قدر الأحداث اللي في المنطقة يمكن إحنا يعني بنتكلم على سنة ونص هناك حالة من التحديث الشامل للقوات المسلحة في تغير نوعي حتى في تكتيف شراء الأسلحة أو تنويع مصادرها وإن أنت تبتدي اشتغل عليها وإن أنت تبتدي اتطورها ومن هذا التطوير كان ميسترال ميسترال اللي هي حاملة المروحيات اللي أنت في الحقيقة ما كنتش متفوق في هذا الجانب لكنها منحتك تفوقاً نوعياً في المنطقة فأنت بتتكلم على أن أنت قوة تنمي مقابل عفوا مقابل قوات موجودة فعلاً تنكسر يعني أنت كان عندك جيشين أقوية في المنطقة كان الجيش العرائي والجيش السوري لم يعد لهم وجود حتى مع العمليات اللي بتقال على الجيش السوري إنما هو مدعوماً بالجيش الروسي مدعوماً بالجيش الإيران إنما أنت فعلياً أصبحت الجيش الأول في المنطقة ومش واقف عندي ده أنت تتغير نوعياً التدريب ده كمان يقولك أنه وده مش التدريب الأول في الحقيقة يمكن كان فيه تدريب الأسبوع اللي فات مع الإمارات العربية الشقيقة كان فيه تدريب قبله في المملكة العربية السعودية أنا بتهيئة اللي هم بدأوا التدريب عليها للاستلام ولا هم بيتدربوا عليها كمنورات لا لا عشان تستلم وهي يعني إبحارها هتبقى موجودة عندك في 1 يونيو يعني 1 2 3 أول أسبوع من يونيو إن شاء الله هتبقى موجودة لتنضم إلى القوات المسلحة المصرية وإحنا غيرناها سميناها جمال عبد الناصر جمال عبد الناصر لأن أنت كمان ده أنت بتقول أن أنت حاجاتك بتاعتك أن أنت بتقول أنا صحيح بشتري من برد هي اسمها التصنيع ميسترل ولكن إحنا سميناها الإسم صحيح لأن أنت كمان كل دولة بتسمي يعني خليني أقول خطع بحرية كبيرة بأسماء أو الصغيرة آه يعني تدي نوع من الانتماء يعني فيه استراتيجية بناء المعرفة العسكرية ربيت حملات الطائرات الأمريكية مكتوبة بأسامي الرؤساء الأمريكيين صحيح هنروح لجريدة الأرام الصفحة الثالثة في اجتماع برئاسة شريف اسماعيل غرفة عمليات لمتابعة توريد الأقماح المحلية وخطوط هاتفية لحل المشكلات فتح الشوان الترابية للتسلم المحصول وصرف 600 مليون جنيه للمزارعين طبعا يعني مع موسم بدء موسم الأمح ما زالت كل سنة بنلاقي مشكلة وإن كانت المشاكل بتختلف من سنة لسنة وكنا بنكلم في حوارنا الأول عن فكرة استلام الصوامع الحديثة طبعا ما زال قدامنا فترة عبل ما نستلمها وما زال عندنا شوان ترابية بنفقد فيها محصول بس يعني ما زال الأمور محتاجة برضو التحديث لكن مشكلة الوزارة في استلام الأقماح مشكلة الوزارة أكبر من استلام الأقماح في الحقيقة مشكلة الوزارة أنه لا يوجد تنسيق فأنت عندك تنسيق وعندك دولة لديها استراتيجية ما حدث في الفرفرة مش القصة أن أنت تزرع عشر تلف فترة صح ومش القصة أن أنت تروح الفرفرة القصة أن أنت بتقول ربما للمرة الأولى منذ سنوات طويلة أن القمح سيعود محصولا استراتيجيا لهذا الوطن لأننا محتاجة أكل ولما أبقى محتاجة أكل لازم يبقى عندي أمحة أمحة أي سلعة أخرى أو أي منتج زراعي آخر يمكن الاستغناء عنه بشكل أو بآخر لكن فيما يتعلق بالقمح أنت بتقول ده التطوير فيه تطوير بيحصل أنت عندك منحة إماراتية أنت شغال على هذا التطوير لكن لازم يبقى فيه تنسيق ما بين التومين وما بين الزراعة وما بين الفلاحين ويمكن توجه الدولة نحو الفلاحين في الفترة الأخيرة توجه محترم لكنه يحتاج إلى تفعيل عن طريق المحليات طيب الأخبار صفحة سبعة لجنة برلمانية مشتركة لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية الجمال لن نفرد في أي حق لمصر ولا نعتدي على حقوق دول الجوار ده كلام مهم لكنه متأخر يعني في الحقيقة الكلام ده لو حصل من الأول ما كان للغط الكثير الذي دار حول هذه القصة أنه يبقى إنما خلينا نقول أن الكلمة لم تنتهي أن قصة تيران وصنفير في مربع عمليات البرلمان وحتى هذه اللحظة هنستنى نشوف ماذا سيقول برلمان هذا الوطن اللي انتخبوه الناس في هذه القضية تمام جارية الجمهورية الصفحة الثالثة اليوم ضوابط الجيل الرابع للمحمول قبل طرحيها تطوير 12 مكتب بريدي نهاية العام يعني دي خطوة مهمة وخطوة هتعيد التوازن المفقود إلى سوق المحمول خطوة بتقول إن الدولة هتدخل شريك بعد ما استأثرت الثلاث شركات بهذه القصة دي الجيل الرابع للمحمول هو مش أصدهم على الشركة الرابعة هم أصدهم على بدلا ما إحنا بيقدموا خدمات 3G بقيت 4G اللي هي أسرع وأطوى أو سرعة إنترنت هذا تمهيد لأن تدخل الدولة هذا تمهيد قبل أن تدخل الدولة بالشركة بس ما زالت برضو المشكلة السيطرة على السوق إذا كان في المحمول أو في غير النحو سيطر إلا بالمنافسة يعني الدولة جربت كل الحلول مع ثلاث شركات في الحقيقة وفشلت في أن تحكم قبضاتها عليهم ده سوق مهم جدا وفي الحياة الدولة خارجه بشكل كبير جدا هم دخلوا حتى سوق الإعلام بإنتجه مواد إعلامية بشكل كبير جدا وغير مش قادرين سيطر عليهم خير سلامتك طيب اسمح لي طيب استاذنكم ونطلع مشاهدين الكرام زمننا محمد شعبان منتظرنا لأهم آخر أخبار الاقتصاد ونكمل بعدها معاكم فقراتنا في هذا الصباح